اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمحبة في الاصل عباد الله هي حالة نفسية تدل على امور كثيرة من ابرزها كما ذكر العلماء اولا محبة الاستلذاذ اي ان الانسان يحب شيئا لانه يستلذ به كحب الاطعمة والاشربة ثانيا محبة تقع بادراك العقل اي بالعقل يصبح الانسان محبا نفسيا وقلبيا لشيء ما كمحبة الخصال الحميدة والاخلاق الفاضلة والمواقف الحسنة ثالثا محبة من يحسن ويقدم المعروف الناس كثيرا ما يحبون حبا كبيرا جدا اولئك الذين يحسنون ويقدمون المعروفة لغيره وان كل هذه المعاني مجتمع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الامام النووي ولعل هذا هو السر في امر الله جل جلاله المؤمنين باتخاذ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه عبادة قلبية يجاز عليها الجزاء الحسن ولأن هذه المحبة عبادة فإن الله سبحانه قد بيّن أن من علامات الفسق والفسوق أن يحب المؤمن شخصا آخر أو أمرا آخر أكثر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا ما يفهم من قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى ياتي الله بأمره ثم قال تعالى بعد ذلك والله لا يهدي القوم الفاسقين أي هذا الأمر وهذا التصرف من فعل الفاسقين والفاسق هو الذي يمرق من الدين كما يمرق النبل من القوس كما ذكر سبحانه وتعالى أن جميع المعاصي واسمعوا جيدا هذه الفكرة عباد الله قد قالها العلماء إن جميع المعاصي إنما تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم كما يتبين من وصفه سبحانه للمشركين في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فمن الظلم أن تنشأ المعصية عند المؤمن بسبب تقديم هواه عن محبة الله ورسوله وهذا الذي يذكره الله سبحانه يؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مبرزا أن محبة المؤمنين له صلى الله عليه وسلم من الإيمان أي من كمال الإيمان قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية عمر المشهورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تؤمن حتى تحبني من كذا وكذا وكذا ومن نفسك معصر المؤمنين من المفروض على كل منتسب لدين الإسلام أن يسأل نفسه إن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا نعم ولا شك أن أغلب من يسمع هذا الكلام وهذا التوضيع سيقول وهل هناك شك في حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يبقى السؤال فارضا نفسه لأن واقع المؤمنين يقر ويفضح أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيفة جدا بدليل كثرة المعاصي في واقع المؤمنين كما أشرت لكم من قليل والمهم وليعلم كل مؤمن هل يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا فما عليه إلا أن يتأكد بنفسه هل هو يعيش ويحيا في دينه ودنياه على هذه الأحوال التي سأذكر لكم منها العلماء ذكروا كثير من الأحوال ولكن سأقف عند حالين اثنين أو حالين اثنين نعم الحال الأول أول هذه الأحوال جعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا وحجة لمحبة الله جل جلاله فالمؤمن مطالب بحب الله سبحانه وهذا الحب يتجلى أساسا في اتباع أوامره فعلا وطركا وهذا ما لا يتحقق إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتزم سنة رسول الله إلا من كان يثق فيه عليه الصلاة والسلام ويجعل حبه فوق كل حب لو اطلع غير المؤمنين وقد اطلعوا لو اطلع غير المؤمنين على أخلاق المؤمنين لتبين لهم أن المؤمنين يدعون يزعمون يتوهمون أنهم يحبون نبيهم ويتبعون فأولى تجليات حب المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبعه وبذلك سيكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولله جل جلاله مصداقا لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وذكرت لكم هنا جانب الأخلاق فقط لأن الأخلاق هي مرآة العقائد والعبادات والمعاملات ثاني هذه الأحوال الخضوع والاستسلام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما في كل أحوال الدين والدنيا قدر المستطاع وعند وقوع الاختلاف خصوصا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرجع بالنسبة للمسلمين وهو الحكام ومن علامات حب المؤمنين له صلى الله عليه وسلم أن لا يرضوا وقت لاختلاف بغير الحلول التي ثبتت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والموافقة للقرآن تأكيدا أو بيانا وكل كنآن يستحضر في ذهنه في الآية القرآنية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إلى آخر الآية وأنا أذكر لكم آية أخرى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخير ذلك خير وأحسن تاويل فليس من الإيمان ولا من الإسلام ولا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع الاختلاف في أمر ما فلا يرجع ليأخذ بما قال وما فعل وما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن من بغض وكراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أن يتعمد المنتسبون للإسلام الأخذ بما تمليه عليهم أهواؤهم أو تفرضه عليهم القوانين الوضعية ولا شك أن اتباع الأهواء والتعلق بقوانين وضعية يناقض تعاليم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعد ضربا من أقوى مظاهر النفاق وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وما أكثر ما يصد المؤمنون في هذا الزمن عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا كما قلت ما يلاحظ في كثير من قضايا الأمة المسلمة على مستوى الأسرة في الزواج في الطلاق في التعديد في طربية الأولاد في الإرث كما يقع في التعليم على مستوى البرامج والمناهج ويقع في الاقتصاد والمجتمع وما إلى هذا ولعل كل هذه المجالات حاسى ما فيها الإسلام قرآنا وسنة لكن الحرب تمضي مفتوحة ضد ذلك من غير المؤمنين ومن المؤمنين الذين يزعمون أنهم يحبون الله ورسوله آل تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا معشر المؤمنين مهما كانت الأمور والأحوال عموما فإن المسؤولي في التشبث بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كعنوان لمحبته صلى الله عليه وسلم تبقى مسؤولي ملقات على كل فرض باعتبار ذلك من الإيمان أن نتق الله في إيماننا وأن نتق الله في محبتنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معصر المؤمنين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإيمان مسلم رحمه الله من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله وهذا إخبار من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان بعد موته صلى الله عليه وسلم يكون فيه مؤمنون يتمنون من شدة حبهم لو صلى الله عليه وسلم لو يفتدون بأهلهم وأموالهم مقابل رؤيته صلى الله عليه وسلم ويبقى الأهم في هذا الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كترغيب كبير جدا هو أن ما يمتلكه المؤمن من مال وما يعطى ويمنح من أهل وغير ذلك من متع الدنيا لا يساوي شيئا أمام نظرة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكل ما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فان زائل وأما حبه صلى الله عليه وسلم لدرجة تمني رؤيته فهو الضامن الموصل إلى نعيم الجنة ولا بد هنا من الجمع بين ما جاء في هذا الحديث وما سبق ذكره في الخطبة الأولى فإذا كانت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيلة بعد موته إلا إذا كانت في الرؤية أو بعد الموت إن شاء الله فيبقى العمل بسنته صلى الله عليه وسلم هو العربون الأقوى للتعبير عن محبته صلى الله عليه وسلم ولو لم نكن نراه أي ولو دون رؤيته صلى الله عليه وسلم فقد رآه الكثيرون في زمنه صلى الله عليه وسلم وماتوا على الشرك والكفر وقد يعدم المؤمنون رؤيته اليوم ولكنهم بعملهم بسنته قد يدخلون الجنة إن شاء الله اللهم ارزقنا لذة النظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وارزقنا التوفيق والثبات على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيانا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين